يا ستة هودا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه استاذنا الفاضل ازايك اتفضل يا ستة اقول لي سؤالك بعد اذن حضرتك انا عايز اسأل سؤال الوقتي انا لي ابنة يعني هي متعسرة الحال شوية عن اخوتها وانا بساعدها وبديها جزء من الزاكرة يا جزء ولا لا وانا بخصها عن اخوتها ولا لا طيب اللحظة بس يا ستة هودا جزء دي من الزاكرة الاول نعم جزء قدي ايه قدي ايه جزء ايه يعني انا عسا نزجتي الفين ممكن اديها الف طيب شكرا وطيب طيب 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 هودا عندك حد تاني ولا جاوب اه ايا ستة ايا السلام عليكم ازايك يا ستة الكل اتفضلي اقول لي سؤالك السؤال يا شيخ انا متزوجة ومعايا ولدين يا رب يخلهم لك ويحفظهم لك ربنا يخليك طبعا زوجي في مشاكله بتاع من ساعة ما اتجوزته اختصارا يعني هو كان بيكلم مرة اختصارا في التليفون طيب بقاله فترة يعني في علاقة بينهم الله اعلم هي ايه مم فانا عرفت انا عرفة من زمان بس كنت سكت عشان عيالي وكده السؤالك ايه عشان ما نخشش في اعراض الله يرديك ماشي انا لما عرفت واجهته بيني ومعينه مم فكت مم فطبعا هو اخد الكلام راح قاله لولدته ونشر الدنيا كلها تمام انا كده لي زنب في حاجة يعني انا كده فتحت سر او اي حاجة طيب شكرا يا ست اي حاضر ارجع كده ست هدى ست هدى مفيش محاباة ومفيش اللي حضرتك بتقوليه ست هدى بتقول ايه انا عندي ولاد وليه اموال زكاة ينفع عندي بنت فقيرة اديها منه اه ينفع بس انت هتديها كل ولادك الفقرة كل قريبك الفقرة كل الناس الفقرة اللي منعيلتك تلت الزكاة بس يعني خلي بالكم من الكلام ده عشان الكلام ده خطر جدا الرجل كان بيصال معايا الجمعة اللي فاتت وبعدين قال لي ايه امي فقيرة واختي فقيرة واخويا فقير فاللي بيحصل ايه الرجل بيطلع الزكاة بيوزحها عليهم فطبعا اجيبه يمين اجيبه شمال عمال يقول لي الاقربون اولى بالمعروف قلت له اسمع ان الله غنيج عنك وعمالك زعل قلت له زعلان ليه ماهو انت بتلتف على ربنا من طريق تاني دحك قلت له عرفت ان انت عايز تسرق الزكاة بس بطريق تاني لا يا حبيبي انت ليك ليك تلت الزكاة بس تتحكم فيه لختك ولا خوك طبعا امك وابوك لا وما ينفعش يتسقل السؤال ده عار لما تسأله سيبك من الزكاة اجريد يا ابوك وامك من حر مالك لو هم محتاجين اليك فانت ومالك لابيك حال الاحتياج حال الاحتياج وحط تحت حال الاحتياج دي 300 خط مش حال الاستبداد ولا حال السطوة ولا حال الطمع ولا حال الجشع ولا حال خراب البيوت لا حال الاحتياج والفقر صليته على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيا سيتهو ده انت شايف بنتك فقيرة اديها تلت الزكاة واخوتها مفيش كده عدل مفيش كسمة العدل دي والكلام الفاضي ده لا لان هي عندها السبب ان هو ايه اسمه الاحتياج والفقر الباقي ربنا موسع عليه ويزيد ويا رب ويغني ديه واتطلق الزكاة كله للفقر والمساكين خلاص ستة ايه الستة ايه بتقول لمرتا اخويا وده مهم جدا ان ايه اتكلمت في الموضوع ده هقول لكم ليه لان هي ايه بتقول انا لقيت الموضوع كده انا فضحت السر لا هي ما فضحتش السر هي راحت لزوجها اللي لو كان الامر صحيح غير عاقلي ده هي الستة سطرتك فالاولى ان تضع وجهك في الارض خجلة وحياءا ولكن اذا لم تستحف اصنع ما شئت هو عمل ايه حب يعمل اشاعة بالموضوع عشان يغلوش على الكلام انت فضحت لا انت ما فضحتش بتروح تقول له اتق الله وعود الى صوابك وعود الى رشتك وبلاش تخرب بيتين ودي من الكوارس بقى ها مرات اخويا عارفين الكوارس دي ايه الكوارس دي بتاعت ايه بتاعت المحبة وبتاعت الود وبتاعت المصطبة افتح الباب على مصرعية اصيدي اختي وده مرات اخويا لا يا حبيبي احنا عندنا قيود وهنتكلم عنها في الاخلاق دي عندنا قيود لا عندي حاجة اسمها اخو جوزك ولا عندي اسمها مرات اخوك الكلام ده مفيش في الاسلام خالص عندنا في الاسلام كل واحد له حدود وكل واحدة له حدود وادمش من محرمك لا يجوز الكلام ولا يجوز الملطفة ولا يجوز الخضوع بالقول ولا يجوز السلام بالايد ولا يجوز البص في العنين ولا يجوز لطمئنان بالشت الكلام ده كله باطل وهو الذي أفسد البيوت حينما خرجنا عن شرع الله سبحانه وتعالى بدعوة أن ده متربيين سوا ومن دعوة أن مش هيبصلها احنا ما عندناش الكلام ده في الإسلام خالص احنا عندنا الإسلام بيقول تلك حدود الله ويوم أن تعدينا حدود الله صرنا في مهب الريح وصارت الأسر تعاني خرابا وضمارها تعالوا نروح لفاصل نصلي فيه على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم